صار لي 25 سنة دون جنسية صرخة أطلقها الشاب محمد الباقر معاناة مستمرة طوال 25 سنة من أجل تحصيل أوراق رسمية تثبت هويتها هل الموضوع صعب لهالدرجة؟ طب شنو اللي يعرقل أو يمنع من تزويده بالجنسية؟ انتشر إلى مؤخراً فيديو يناشد كل الجهات هو اليوم ويانا نتعرف على قصته وأكيد لازم نساعده ونمد يد العون له ونضع قضية اليوم أمام الجميع لعله هناك من مجيب محمد ينضمنه عبر السكايب من بغداد يا الله السلام عليكم يا الله أهلا بيك محمد شونك شان صحتك؟ أهلا بيك أهلا بيك سترقية طبعا بداية جمعة مباركة عليكم وعلى كل العراقيين على الجميع إن شاء الله محمد شفنا الفيديو اللي أنت شرحت بيه معاناتك لكن اليوم خلي الناس أكثر تعرف شلو معاناتك بالضبط مع أنه مدى تمنح جنسية أو أي وثيقة رسمية تفضل شكراً جزيلاً ستبداية أنه يدوجه تحية طيبة القناة الشرقية وكل القنوات العراقية اللي وصل الصوتي ثانياً المسألة هي بسيطة المسألة بسيطة طبعاً وانا الدستور العراقي أنا مطلع على هاي المادة الدستورية اللي تنطيني حق المواطنة نعم اللي هي كل من ولد على أرض عراقية ومن أب وأم عراقيين فهو من حقي أن يمنح الجنسية العراقية طيب تفضل مسألتي أنه أنا والدي والدي متوفين إلى رحمة الله هم قبل وفاتهم زوجوا زواج سيد يعني زواج شرعي على سنة الله ورسوله لكن مو قانونياً ما مصدق يعني اي ما مصدق نعم سترقيب نظراً للظروف اللي كان يواجهها والدي كان يواجه صعوبات يعني بزواجه من والدي ومعارضة شديدة من الأهل سبب بعض النقاط المهم كانت أنك ظروف عدخلت يعني ما كانت يعني حتى يصدقون الوثيقة وثيقة الزواج نعم توفى والدي أنا عمري أربع سنوات وراها تعرفين أنت يعني شفة أنا 2001 أبوي وراها تقريباً بسنة سنتين صار السقوط ودخلت القوات الأمريكية البغداد واستمر العراق بفوضة إلى سنة 2009 تقريباً خلال هاي المدة موضوع الهوية كانت مالتي يعني مو مهم قد ما الحفاظ على حياتني أنا والدي هاي فقرة اثنين من صفة الوضعية طبعاً أكفت نقاط ست أنا ردت أوصل القناة تكون موقرة حتى أحكي هاي التفاصيل تفضل احنا اليوم نسمع تفاصيل يعني الله يسلم ست يعني تفاصيل توجه صراحة وكل العراقيين جاي مرون بيها مو بس محمد نعم فوالدتي الله يرحمها بوقت هاي مشت بموضوعي لكن حالها حال أي أمرأة عراقية طبعاً بأي دائرة عراقية مع احترامي للشرفاء تتعرض إلى مساوم هاي نقطة تتعرض إلى ابتزاز هاي نقطة راسطر نعم التفقين عليها كعراقيين وأتذكر أمي طلعت من محكمة تبتشي ونظر ثاني فقرة أنه قالول هاي قالول احنا نريد عمامة قالت لهم أنا مشاكل أنا وعمامة والوضعية أنا عمامي من سكنة الأنبار نعم أوجه تحية طيبة لأهل الأنبار أي فعمامي من أهل الأنبار فتعرفين أنتي الطائفية كانت مناطق ساخنة أنت ولادة ذيقار صح؟ أنا مسقط راسي طبعاً وشرف إلي هذا أنه ولادتي تكون بذيقار هاي المدينة العظيمة نعم لكن أنا عايش ببغداد يعني أنا صغير أتذكر أبويا وأمي إجوي البغداد يعني أنا عمري ما مقبوط السنة نعم وعشت بعد هاي السنين كلها آني بهذه المنطقة الشريفة المنطقة الجليلة اللي أوجه لها تحية طيبة من قناتكم هاي المنطقة اللي ربتني وحمتني ووكلتني وشربتني وكل أهل المنطقة فتحولي بيوتهم اللي هي أبو تشير تحية طيبة لأهل أبو تشير طيب كم أي ست المسألة فتعرضت إلى محاولة يعني إلى مضايقات إلى مساومات إلى مضايقات نعم مع الأسف هذا حال كل عراقية طالبة حقها دور الدولة فوالدتي وأيضا طلبوا منها عمامي حتى يثبتون نسبي لكن قاتلوا مناطق ذي شساخنة وأني مرأ من الطائفة الشيعية عذرا على هاي اللغة لكني هذا حال العراق واقع طيب محمد محمد والدتك عرفنا والدك منين هل هو كان هذا السبب أنا والدي من الأنبار قلت لك من هاري الأنبار إذن هو هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب مع كل الأسف نعم فإشاء القدر أنه والدتي أو مو القدر حاشا لله أن يظلم عبدي وإنما فساد الدولة فساد المؤسسات الصحية أنا والدتي توفت بالألفين وعشرة يعني ورائي الحادثة بسنة توفت بمستشفى ليرموك بسبب خطأ طبي وبسبب نقص مواد يعني مواد معالجتها لأنها تبقى تستوي عملية نعم وتوفت يعني فوراها بقيت أنا عايش وحدي يعني ما أعرف موضوع جنسي لأنها عمره 14 سنة من صارت ظروف يعني مال داعش والفتوى فتوى الجهاد الكفاية والعراقين كلهم طالعوا طلعوا يدافعون عن البلد أنا رحت حالي حال هاي حال هاي الشباب الطيبة الكريمة فرحت أدي واجبي الوطني والشرعي تجاه بلدي لأن عمري يعني أنا قلت بوقت هاي تقريباً 15 يعني أقادر على حر السلاح فرحت طوى انصدمت بالأمر الواقع أنه أنا ما عندي أوراق من دقي اسمي حاسبة ما عندي أوراق طبعاً محمد أنت مرايح مدرسة؟ والله ست صراحة أنا ما داخل مدرسة لكن أنا شنت أروح مدرسة يعني مدرسة يمنى بالمنطقة أروح كمستمع أقرأ وأكتب لكن يعني لحد السادس ابتدائي بعد ما كملت يعني يعني والدتك كانت تخاف عندها مخاوف أنه توديك وأحد يتعرف عليك بالمدرسة كان عندها مخاوف والله صراحة تنسيت لا ماكو أي مخاوف لأنه هي المنطقة كلها يعني منطقتنا المهم هي ما فكرت تدخلك مدرسة يجريت يا كان تعرف ما تقدر تدخلك مدرسة نعم هو الواقع حيتي كان فارغ نفسي يعني شون أدخل مدرسة وما عندي أنا أوراق يعني هاي وحدة من المصايب اللي عشتها أنه أنا حلم الدراسي أتحطم وراح يعني أنا هسا نكمل ويا هسا جزاني التحقت بالجيش وبعدين ايه فقلت لشين صدمت بالأمر الواقع أنه ما حد طوعني لأنه ما عندي أوراق فرجعت رجعت بقيتمشي بالموضوع كانت أوضاع العراق يعني مخربطة بذيش الفترة فأجلتها إلى أن اتحررت المناطق 2016 تقريبا نعم 2016 ست أكفت وقرين أنه أنا من صدمت بهذا الموضوع 2014 تقريبا 2013 رح تقدم الدعوة بالمحكمة ست أنا أول باب طرقته هو باب القضاء نعم رح تقدم دعوة حالي حالي مواطن رح تلقاضي رفض الدعوة مواطنة بصراحة وكانت هاي الحادثة بمحكمة البيع رفض الدعوة قال لي أنت ما عندك صفة شخصية تقيم بها دعوة زيني أستاذ أنا غير جايك حتى أثبت صفة الشخصية والمواطنة العراقية وكان يقول لي لا رح تجيب عمامك قلت لأستاذ أنا عمامي معان ديني وصار لهم سنين هم ما يعناد وياي يعني ما يجون وياي وما كيش منطق أنه أنا أقل الضحية رح تجيب الظالم أو رح تجيب الخصم جيب لي هذا مو شغل هذا شغلكم شغل دولة فهذه نقطة يعني أنا طارق باب القضاء من 2013-2014 صراحة ما أذكر السنة بسيب قتلش من عرفت أنه أنا وضعي وأقف على المحك فقتلش رجعت أجلتها إلى أن تصفى الأمور براها هماتين ركبت سيارة ورحت يعني على نيتي ما أعرف رحت قلت أني السيطرات التي توقفني أو فتشي يعني رح يتعاطفون وياي يعني أنا قضيتي واضحة ما مشذب فرحت ركبت سيارة ورحت والله وقفوني بالسيطرة وبوكتها على منقصاصات دقوني حاسبة ما عندي اسم وبوكتها انحبست يعني انسجنت يعني توقفت ويعني أجل ضابط ابن أوادم افتهم قصتي وفرج عني ورجعت البغداد بعد ما قدرت تروح رجعت البغداد فما رجعت البغداد قلت ما عندي حل ما عندي حل المحاميين يعني وبوكتها جاءت المحاميين طلبوا مني مبالغ بصراحة أنا غير قادر علي هل أنا بديش الفترة كنت أشتغل في فرن وأبات به هذو بمدبر عيشتي فالتجأت إلى الإعلام بوقتها كان البرنامج مع الأخ الأستاذ عليه عذاب استوى بادي فأكو ولد شباب من من المنطقة طيبين مثل وجهش الكريم وصلوا صوتي إليه والتقى بي الرجل جز عليها رحت للكرادة سونا الحلقة مال علي عذاب أنه كانت عندك محاولات أنت تريد بشكل رسمي حاولي تحصل على الجنسية طيب التقيت بمسؤولين في هذا الاختصاء يعني بهذا المجال وقالوا رح يدعموك ويساعدوك نعم شنو كانت النتيجة باختصار باختصار وراء الفيديو مال علي عذاب التقيت بأكثر من وزير تقريباً ثلاث وزراء والتقيت بنواب ومنطقتنا همضاتين بصراحة سدوا كل أبواب أنت ما لك ما رح يصير لك حل أنت لازل قضيتك صعبة أنت قضيتك كذا قضيتك كذا لازم تجيب عمامك المشكلة أنا لا حول ولا قوة ما قدر أجيب عمامي وعمامي محافظات زيان هذا مو شغلي قلت لشغل الدولة المفروض هي اللي تشكيني وتجيب لي كل حقوقي وتثبت نسبي عبر فحص DNA هذا شغل الدولة طيب أمحمد في أوراق خاصة بالوالدة والوالد الله يرحمهم نعم أنا عندي شهادة الوفاة مع الوالدتي صادرة من اليارموك وعدي شهادة جنسيتها صادرة من أبو الخصيب وعندي شهادة الوفاة مع الأبوية وشهادة جنسية لكن أوراق أبوية أنا جبتهم بعد معانات يعني أنا جبتهم أتذكر في 2020 حياتك كلها معانات يعني وما أستمرك شي والله والله الحمد لله الحمد لله الله يسلمي سيتم فوقتها يعني ولد الضباط راحة وحشوية عمامي وحاولوا يعني بأي طريقة أنه يجيبوا لي الأوراق جابوا لي أوراق من عندهم واستنساخها مو نسخ أصلية نسخ الأصلية بعدني مع مامي نعم استنساخ حتى قدر أقيم بيهن دعوة ورجعت هم ماتين بالـ 2016 قمت دعوة والرفضة ورجعت بالـ 2018 مدري 2019 قمت دعوة والرفضة ورجعت ذاك اليوم طيب شنو سبب الرفض يعني هسا شغلتك متوقفة على شنو أولا أنه أنا قضيتي قلت ليش بسيطة قانونيا بسيطة القضاء أنا روح أشتكي القضاء يستدعي عمي ويستدعي واحد من أقارب أمي أنا بصراحة أمي ما عندها أخوان أخ واحد ومتوفي موجود ابنه موجود ابنه هو ينوب عنه أي يأخذون ذولي أمام القضاء القاضي يأخذ من عندهم الإثباتات الورقية اللي هم جناسيهم حتى يطابق الأسماء أي ست أفهم منك محمد ويحاول لهم فحص دياني أنه هم مشكلة ست يعني هم الشغلة متوقفة على عمامك على شهادة عمامك لا ست عمامي يجوي اسمحي ها يجوي يعني طيب يجي بس هاي بعد معانات أنا حتيتي العام يجي هاي العشرين سنة كلها أنا هو ما جاي ما متجاوب أنه المهم صار فيه صلح صار فيه خطوة صار فيه خطوة واحد من عمامي طيب شنو المطلوب شنو اللي عرقل يعني تزويدك بالجنسية شنو شنو السبب الرئيسي قتلش ست هذيش السنين كلها أنه أنا ما إلي حق أقيم دعوة لكن هاي الفترة اللي هي قتلش العام من إجي عمي نعم إجي عمي سوى وكالة المحامية كولد محامي طيب تكفلوا قضيتي وظل يمشي لي بيها وجاب لي قسام شرعي وجاب لي هواي أوراق من عدهم نعم و أخذ وكالة من عمي يقول الدعوة ناقصة يا بنا ناقصة شلون ناقصة يقل لابن خالي يقل لابن خالي يقل لابن يثبت أنه أنت ابن أخت الميتة يقل لهاي جنسية مالتي وطابقها يقل لأ رح جيب لي قسام شرعي وما عرف شنو بعد ورقة يعني صحة الصدور هي شي من أبو الخصيب قال له سيدي الولد ما يقدر يطلع لهذه المنطقة يعني أبو الخصيب هو أبو تشير اللي قاعد بها ما يقدر يطلع من هنا وشون تديروح رأفة بشبابه قال له سيدي والولد تعب وهذه الأوراق كاملة وهذا عمان معترف بي وقوة قنعنا يقل له شنو تقلي رأفة ما رأفة شنو أنا عندي تكية وشمار الأوراق قبل شهر المحام أنا وقف في هاي المسألة هس إذن يعني أفتهم من كلامك لأنني عدي وقت محدد نعم يعني نحاول نحن نركز على شنو المطلوب يعني هس لازم أنت تروح لبوا الخصيب وتجيب قسام شرعي المطلوب لا هي مو بها الصعوبة المطلوب ستقل نشوفي أكفد مسألة بالقانون القانون ما سان قانون يعالج حالتي أكان هواي حالات مثلي موجودة بالمجتمع أكو قانون يمنح الجنسية العراقية المجهول النسب بس أنا مو مجهول نسب يعني عذرا على هذه الكلمة أنا مو لقيط أنا أعرف أمي وأبوي وعشيرتي وحقوقي كلها كاملة أعرفها بس ومشكلة ما هكو قانون يساعدني صح أنا هذا مطلبي أعترف أنه محمد القضية مو بس قضية محمد هو واحد من مجموعة كبيرة يعني وبعد شوية رح نشوف فيديو وصلنا البارحة بالليل نفس حالة محمد ولكن نشوف الفيديو جاهز الفيديو لو بعدين نشوفه طب خلي نشوف المعانات معانات هذه الطفلة اللي هي تشبه معانات محمد السلام عليكم ليش تبتشي شنو الاشتلت بصراحة اللي بيتشاني أظلت أشرح للأطفال اللي هنا بالأهوار عن المدرسة هاي الطفلية قامت تبتشي من دون الأطفال قامت تبتشي ليش تبتشين قالتاني عمر 10 سنوات ومعتها جنسية أنه معتها جنسية تروحنا المدرسة فاني قلت لهم أنا أخذها تكفل بيها خلي سويلها جنسية وخلي تدرسي عادها واستدرس وهي مبين عليها شاطرة وذكية ليش خطيئة ردي أنا أبني نستشكو برا مليت منهم أجيها هي تدرس هي تدرس مليت من العروف الوضع الأهوار أستاذ زنابك كناشطة يعني أهوار جفت جامو سمات مصدر زخم فقدو صيد مافو مي يشترون مشترة يشربون وسبحون مي مشترة وضحهم كلش ميساوي ليش يبقى قدامتها المي من هنا يجبون ميساوي احنا المي مساوي لأنهم أسسار 20 كيلومتر فوضحهم كلش ميساوي تعبان حتى وجوه الأطفال يعني ما عادهم ما يغشون الأطفال ما لهم في صراحة ما عرف ش يقول يعني حس بي الله ونعمل وكيل على هكي حكومة هامل لولي الناس و هامل لعملهم يعني الناس لا حول ولا قوة يعني هنطفل شمدن في لها جنسية لا شيء شو اسمت حوراء حوراء شو تحبين انت شتردين انت شتردين ترسين والله ترسين واج ما عندش دنسية خطايا اشكر راد السعدي اللي زودنا بهذا الفيديو اذا المشكلة الطفلة رح تعاني مثل ما دعاني محمد وغيرهم الكثير فيعني احنا اليوم عندنا نموذجين القضية هي قضية كبيرة تتعلق بحياة ناس معاناة مستمرة هو طرق اكثر يعني قابل اكثر من وزير وطرق اكثر من باب والمسألة يعني اتصور لها حل بس احنا علينا انه يعني هذه الشريحة انه نحصل عدد الماعدهم جنسية او اوراق ثبوتية تثبت يعني عراقيتهم وتتعالج الحالات يعني مثل ما قلنا محمد اليوم يعني عمره 25 سنة لا يقدر يدرس لا يقدر يتعين لا يقدر يتوظف يمكن هو يعني مثل ما يقولون عايش بالخوف على اي لحظة ممكن يسألوه عن اوراقه وبالفعل هو نحبس ونسجن طيب ليش هو ما ننهي معاناتها يعني الناس اللي ماعدهم واللي يؤدهم مشاكل الطفلة الآن شفناها بالاهوار ابوها وامها موجودين يعني شون المشكلة انه في منحة جنسية حتى يعني تمارس حقها الطبيعي بالحياة انه تروح مدرسة محمد اتمنى اليوم صوتك وصل في هذه القضية طبعا بس عندي تلسان حالي الكثيرين الواضح يعني ان ماعدهم جزيات و تحب تقول شي تفضل ست عندي كم نقطر ده واضحين باختصار بس بي ايجاز باختصار شوفي قبل فترة اشتدت بي الظروف وحاولت اروح العمامي حتى ينهون هذه المعاناة ورحت للأنبار وانكمشت وانسجنت شوفي ستباعي هذا المكان مستحقاقي انا مو من حقي ادخل سجن انا مو مذنب انا مو مجرم انسجنت وحاليا انا علي دعوة بالمحاكم بحكمة ابو غريب دعوة وكفالة بخمس ملايين طلعني الولد المحامي زيان الولد المحامي ما الا ذنب بهذه القضية السبب انكم مشت انا لدي جنسية وانا لدي اوراق مالدعوة وزيان انتو القضاء من حكمتوني كفالة خمس ملايين الولد اتحملها واني هسه مهدد بأي لحظة ان شاءال بالشارع ادخل سجن زيان انتو هملتوا قضية طرقة بوابكم انا سبب ان طرقت بوابكم وما شكيتوني هاي فقرة اتمنى هاي توصل للجهات المعنية واخو فقرة ثانية بعد الفيديو اللي انتشر على الصفحات والبيجات خابروني اليوم مولد من مكتبة قالوا ان الاستاذ راح يتكفل بموضوعك حتى تكون يم من ناس حتى تكون يم من ناس بيينة انه حسين العوادي تكفل بالموضوع وقال يوم الاحد اخلص الكياء وانا ننتظرين يوم الاحد ننتظرين يوم الاحد ننتظرين يوم الاحد وتخلص معناتك يعني اكيد احنا راح نتابع القضية راح نتواصل وياك ونتابع القضية يعني الحل اليك والطفلة ولكل الناس اللي عندهم مشاكل في اصدار الجنسية إذا خاصة مثل يعني هو مو مجهول للنسب والدته ووالده وعمامه يعني أيضا خطوتهم أيضا تحسب أنهما يعني يعني بدأوا صفحة جديدة وياكي خلي نقوله واخذوا الخطوة حتى يأكدون كلامك نتمنى نسمع أخبار طيبة محمد وتنتهي معاناتك يعني هو مهدد بالسجن في أي لحظة ومثل ما شفته عدة قضية يعني مسكين محمد إن شاء الله نسمع أخبار طيبة واليوم هي قضيتك مثل ما قلت هي قضية هذه الطفلة بالأهوال قضية ناس هواية فنتمنى أنه مو تتعالج قضية محمد وإنما تتعالج القضية أصلا من الأساس أنا أصلا قررت أنه يعني هاي راح تكون إلي بيها وقفة هذا نحن أنا صورتي مراحي يسكتب صراحة أنا راح أطالب في سن قانون يحمل حالات المثلي المثلي نامين بالشوارع محد بحالهم ست ومحد مهتم منهم الله يساعدك اليوم ضوينا على هذا الموضوع وإن شاء الله الجهات المعنية والمسؤولة تأخذ خطوة جدية في حالها وإن شاء الله نسمع منك أخبار طيبة محمد أنت سبع يعني ظلت أنه تصل على حقك وإن شاء الله حقك ما يضيع ولازلت إن شاء الله إن شاء الله وهذه البداية فقط البداية إن شاء الله الكل يصيرون مثلك يعني يتحملون يعني يأخذون يعني خطوات حتى ينهن معاناتهم ويصيرون مثلك يعني بهال الله يسلمت ويحشون يحشون يريدون حقهم الله يسلمت شوفوا دائما دائما صوت المظلوم أحد من سيف الظالم يعني هايفة نقطة الكل لازم يعرفها والشعب هو مصدر التشراعات هو مصدر السلطة هو مصدر كل شي فإحنا مو من حقنا نسكت على حقوقنا اللي ضاعت سنين أنا مو بس هذا الحق ضاع من عندي أنا ضاع من عندي عمر ضاعت من عندي دراسة ضاع من عندي حب ست سنوات سنين هاي مين رح يعوضنا عنهم خمسة وعشرين سنة ضاع من عندي أنا ما راح أسكت هاي من تجاه يعني من شاشتكم الكريمة أوصل هاي الرسالة للكل الكل خلي يعرف أنه محمد ما راح يسكت مو فقط الجنسية صنع الجنسية هذا واجب متأخر واجب متأخر إيجي على الأسف مع كل الأسف واجب متأخر إيجي ضاع مني خمسة وعشرين سنين كل هالراعة طالب بيهن إن شاء الله إن شاء الله تنتهي معاناتك محمد أنت والباقين اللي يعانون من نفس الحال للأسف لأن حياتهم مهددة لا استقرار لا عمل لا دراسة لا مستقبل معرضين مثل ما قلنا للسجن في أي وقت بسبب عدم يعني امتلاكهم لأي وثيقة رسمية تثبت عراقيتهم محمد شكرا جزيلا وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في أمان الله في أمان الله ست